مرون الإمام نرجع لبعض التساؤلات اللي بتثار حول ما قاله ربنا في الكتاب الكريم القرآن الكريم الكتاب المعجز يعني الذي يأتي متوازيا تماما مع كتاب الله المنظور يعني إن أنزلناه في ليلة القدر ونزل منجما ومفرقا على مدار 23 عاما كيف أفهم البعض يا رب هل ثم تتناقض بين هذين المعليين لا ما هو إن أنزلناه ولو بعضا لأنه لم قال إن أنزلناه ما قال جنو إحنا نزلناه كده على بعضه وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على الناس على مكثم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا نزلناه تنزيلا يعني شيئا فشيئا هو يعني هو حتى نزلناه تنزيلا فإن أنزلناه في ليلة القدر يعني أننا بدأناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين فهنا يعني سبحان الله لما يقول إن أنزلناه في ليلة القدر أو إن أنزلناه في ليلة مباركة يبقى إذن البداية أي واخد بالك إزاي والبداية كانت بالليل ولذلك هناك سر ما بين القرآن وبين الليل ما السر ما بين القرآن وبين الليل مولانا؟ نزوله في الليل وتلاوته في الليل فيها شيء واخد بالك إزاي آه لما ييجي يقوله إيه بقى هناك قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترتيلا يعني بيرشده إلى الليل لتلاوة القرآن لما يقول مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر طب قرآن الظهر طب قرآن العصر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله إيه الرابط العجيب ده ما بين القرآن وبين الليل توقيت الزمن ده وبين الفجر وبين كذا يبقى الإنزال كان ليلا والقيام كان ليلا والفجر برضو لسه الضياء ما طرعتش حتى يغشاه أبو الصر ما فيش لسه كان فإذن فيه سر إحنا بنقول سر ليه لا إنه يتسع يختلف من عبد لعبد ومن عابد لعبد يختلف فبنقول عليه سر هو من السر هو يدركه في لذته وتذوقه العابدون عندما يقوموا الليلة إلا قليلة وعندما يقرؤون القرآن بليل فيه علاقة فيه علاقة ما بين الليل والقرآن فإذن الإنزال إنما هو كان الإنزال المبدئي بعض العلماء علشان يخرج من الحكاية دي هو واحد يقول لا إن أنزلناه كله يعني يقوله طيب هو نزل من اللوح المحفوظ إلى الكتاب المعمور في ليلة القدر دي على بعضه يعني نزل على بعضه بعدين عشان يخرج من هذا المشكل أو ناضي التساؤل يعني فرقناه بقى بعد ذلك على الناس لتقرأوا على الناس على مكث يعني فرقناها يعني خلاها منجما كده أيوة منجما يعني مفرقا يا مولانا منجما يعني مفرقا نازل القرآن منجما على 23 سنة اللي هو مدة الوحي النوع على السلام يعني بدأه الوحي وهو عنده 40 سنة وبعدين قعد 23 سنة يبقى انتقل وهو عنده 63 سنة